طاقم تحكيم النسوي يقود مباراة من الدرجة الأولى وليفربول يستقبل أرسنل يوم غدا في الدور الإنجليزي هذه الأخبار وغيرها في جولتنا الرياضية على الملعب يقود طاقم تحكيم النسوي مباراة الأسبوع الثالث عشر والأخير من دور الدرجة الأولى والتي تجمع فريقي منشية بني حسن والكرمل الأحد المقبل على ملعب الأمير علي في المفرق ويقود اللقاء الحكمة الدولية حنين مراد ويعاونها الحكمات الدوليات صابرين العبادي وإسلام العبادي وإسراء بيضين وفي كرة القدم العالمية وتحديدا في إنجلترا يستقبل لستر سيتي غدا نظيره تشيلسي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدور الإنجليزي ويسعى لستر إلى العودة لسكة الانتصارات عبر بوابة تشيلسي بعد فشله في تحقيق الفوز في آخر مبارتين في الدوري فيما يأمل تشيلسي أن يحافظ على صدارته من خلال حصد نقاط المباراة والوصول للنقطة التاسعة والعشرين ليفربول سيستضيف نظيره آرسنال غدا ضمن منافسات نفس الجولة في مباراة يطمح خلالها الريدز إلى تحقيق الفوز ولا بديل عنه من أجل مواصلة مطاردته لفرق المقدمة حيث يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 22 نقطة على بعد أربع نقاط من المتصدر تشيلسي وعلى الجهة المقابلة يدخل آرسنال للقاء ساعيا لتحقيق فوزه الرابع على التوالي من أجل التقدم للمراكز الأربعة الأولى في الدور الإيطالي سيحتضن ملعب أولمبيكو غدا قمة الجولة الثالثة عشر من الدور الإيطالي التي تجمع يوفينتوس بنظيره لاتزيو يوفينتوس الذي يقدم مستويات متذبذبة في الدور الإيطالي يسعى لعدم نسف مزيدا من النقاط من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة في الوقت الذي يسعى فيه لاتزيو لحصد النقاط من أجل البقاء بين الأربعة الكبار الليلة سيحل بايرم يونيخ ضيفا ثقيلا على منافسه أوكسبورغ ضمن الجولة الثانية عشر من الدور الألماني الفريق البافاري يسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق الفوز من أجل الإبتعاد في صدارة الترتيب في حين يأمل أوكسبورغ أن يحقق نتيجة إيجابية من أجل الإبتعاد عن منطقة الهبوط وفي عالم الكرة الصفراء تأهل النجم الروسي دانيل ميدفيديف إلى نصف نهاء البطولة الختامية بعد فوزه على الإيطالي يانيكسينير بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين ليرفع النجم الروسي عدد انتصاراته المتتالية في البطولات الختامية إلى ثمانية انتصارات مطلق لتحقيق المتتالية مطلق لتحقيق المتتالية دانيل مدفده يساعد المتتالي في ترين ولكنه يجب أن يجب أن تعمل حد بعد شكرا